أمير وجهة نظره مدرب أجنبي عشان يبني للموسم الجديد يستغل الفترة دي في أنه نبني بالمدرب الأجنبي للموسم الجديد أمير عايز يجيب مدرب أجنبي ومعاه مدير رياضي مين؟ كابتن أحمد حسام ميدو كابتن أحمد حسام ميدو يتولى منصب المدير الرياضي يعني يبقى تنصيق ما بينه وما بين أمير مطلعف وأميري بقى دره ايه؟ زي ما هو مشرف عكورة يبقى فيه تنصيق ما بينهم كابتن إسماعيل موجود زي ما هو سأمير أصلا بيلعب الدور الأجبة حلقة وصل ما بين الفرقة وما بين الأجنبي ده الدور اللي بيعمله أمير في التفاوض مع لعبين في دارة الفريق تحت في كل حاجة ده أصلا ده جوب ديسكريبشن بتاع مدير الرياضي والجوب ديسكريبشن بتاع كابتن إسماعيل ما هي نفس القصة يعني برضو كابتن إسماعيل موجود كمدير كورة هي القصة أنه برضو يعني إيه؟ يبقى ميدو هو اللي موجود ويبقى فيه حلقة وصل اللي هو أمير ما بينه وما بينه الإدارة ما بين الفرقة وما بين الإدارة وفي نفس الوقت كابتن إحمد حسان ميدو يكون موجود فميدو عايز يجيب مدير فني وشغال يعني إحنا بنتكلم هو في الوقت الحالي ميدو قاعد مع يعني وكلاء لعبين وبيدوروا على سيارة ذاتية عشان يقدمها للإدارة عشان يحاول يضغط على الإدارة إنه هؤل المدربين ههو ومدربين كويسين فنجيب مدير فني أجنبي طبعا فاي موجود اسواليو 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 سانا بقى قولي انتلعانتك